في اول رد فعل على رضوخ حفتر للضغوطات الدولية واعلانه فتح موانئ النفط المغلقة من قبل ميليشياته قبل اكثر من ثمانية اشهر رحبت ايطاليا بقرار حفتر معتبرة اياه خيارا ضروريا ومنطقيا وزير الخارجية الايطالية لويجي ديمايو قال انه من غير المقبول تجويع الشعب الليبي مجددا دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا وفقا لمخرجات مؤتمر برلين تراكم المكتفات المصاحبة للغاز اعلان رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية ناجي المغربي التابع لحفتر فتح النفط بناء عما سماها توجيهات خليفة حفتر اثبتت وبما لا يدع مجال للشك وقوف الرجل وراء اغلاق الموانئ والحقول ويفند ما يردده الناطق باسم حفتر في مؤتمراته الصحفية على ان الموانئ اغلقت من قبل القبائل الليبية المانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط والنفط الخام المخزل لتاحة الفصة لتوفير الغاز المطلوب للتشغيل لرفع المعاناة عن كاهل المواطن والمحافظة على البنية التحتية للموانئ وكذلك المعدات والمنشآت القائمة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ورغم تحذيرها من استمرار اغلاق الموانئ وما سببه من خسائر بمليارات الدولارات اضافة الى حدوث اضرار في البنية التحتية لقطاع النفط فانها لم تعلق بعد على قرار حفتر القاضي بفتح الموانئ ويرى مراقبون ان تأخر المؤسسة في التعليق على قرار حفتر يرجع لضبابية الاعلان الذي لم يوضح ان فتح الموانئ سيكون بشكل دائم ام متعلق فقط بتصدير الخام والمكثفات اضافة الى انتاج الغاز عواقب اغلاق المنشآت النفطية لم تقتصر على الخسائر المادية وتضرر البنية التحتية فحسب بل اثر سلبا على قطاع الكهرباء خاصة في المنطقة الشرقية حيث توقفت امدادات الغاز الطبيعي لمحطتي الزوتينة وشمال بنغازي ما اسهم في زيادة ساعات انقطاع التيار في المنطقة وامام كل هذه العقبات يبقى التحدي الاكبر لرفع الحصار عن منطقة الهلال النفطي هو خروج مرتزقة فاغنر الروسية التي تتخذ من بعض الحقول مقرات لها وهو ما دفع الجهود الدولية بقيادة امريكا والمانيا مؤخرا الى اقتراح حل منزوع السلاح في مدينتي سيرت والجفرة يضمن عودة انتاج النفط تحت سلطة المؤسسة بطرابلس وانهاء عسكرة منشآتها ترجمة نانسي قنقر